السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ضغط الدم المرتفع في 90% من الحالات بيكون غير معلوم السبب أو ما يعرف باسم الـ Essential Hyper-Tension ولكن في بعض عوامل الخطورة بتزود خطورة الإصابة بضغط الدم المرتفع بطبع زائد العمل الوراثي زي التدخين سمن المفرطة القلق والتوتر الزايد الإصابة بيه سكر الدم من النوع الثاني الأكل أو نظام الأكل اللي بيحتوي على أملاح ودهون بشكل كبير هدف العلاج بأدوية ضغط الدم المرتفع هو النزول بإراية ضغط الدم إلى أقل من 130 على 80 وده عشان نقلل مضاعفات مرض ضغط الدم المرتفع على القلب على الشرايين على الكلا وعلى باقي أعضاء الجسم الدواء بتاعنا النهاردة هو دواء الكوفرسيل أو مادة البرندوبريل اللي بينتمي المجموعة دوائية اسمها الـ As Inhibitor أو الـ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor واللي بتقلل قدرة الجسم على تصنيع أقوى مادة قبضة للأوعية الدموية داخل الدم وهي مادة الـ Angiotensin الدواء ده بيشتغل عن طريق أنه بيقلل تصنيع مادة الـ Angiotensin وبالتالي بيقلل تنشيط الجهاز العصبي له عضلة القلب أو Sympathetic Activation رقم 2 بيوسع الأوعية الدموية وبيدي تأثير مشابه لتأثير الـ Nitrate وبالتالي بيقلل ضغط الدم جوة الأوعية الدموية التأثير الثالث هو بيقلل تكوين هرمون الألدوستيرون وبالتالي بيقلل احتباس السوائل والأملاح في الأطراف وبالتالي بيقلل المقاومة الطرفية لدورة الدموية المحصلة بتاعة الثلاث تأثيرات دي هي استخدامات دواء الكفرسيل رقم 1 كعلاج لضغط الدم المرتفع رقم 2 لحماية الكلة مع مرضى سكر الدم للوقاية من الإصابة بالضيابيتك نيفروباثي أو التهاب الكلة السكري وده لأن دواء الكفرسيل بيوسع الشرايين اللي رايحة للكلة وبالتالي بيقلل الضغط على مصفة الكلة الاستخدام رقم 3 هو لعلاج ضعف عضلة القلب لأنه زي ما بقولنا هو بيقلل ضغط الدم وفي نفس الوقت بيقلل المقاومة الطرفية وبالتالي بيقلل الضغط على أو ما يعرف مجازا باسم عضلة القلب الاستخدام رقم 4 مع مرضى أمراض القلب والشرايين زي احتشاء عضلة القلب أو المايوكارديا الانفاركشن أو مرضى الشرايين التاجية دواء الكفرسيل موجود في الصيدلية تركيزات كتيرة زي تركيز الاثنين ونص ميلي جرام والخمسة والعشرة الجرعة بتاعته بتختلف حسب الاستخدام لو احنا هناخد دواء الكفرسيل لعلاج ضغط الدم المرتفع الدكتور بيبدأ لنا بجرعة الخمسة ميلي جرام وبنبدأ نقيس ضغط الدم لمدة أسبوعين لو وصلنا ليه التحكم المطلوب أو إراية ضغط الدم في معظم الإرايات أقل من 130 على 80 فبالتالي هنمشي على جرعة الخمسة ميلي لو لقينا تحكم مش كافي فيه ضغط الدم الدكتور في الإعادة بعد أسبوعين بيرفع لحظاتك الجرعة لتركيز العشرة لو بتستخدم ليه علاج أمراض القلب زي ضعف عضلة القلب أو احتشاء عضلة القلب في الحالة دي بتكون الجرعة المبدئية أقل شوية وهي الاثنين ونص ميلي جرام وبرضو بتبدأ تزيد أو الدكتور بيعملها تايتريشن أو بيعديها مع الوقت حسب الاستجابة دواء الكفرسيل بيستخدم مرة واحدة كل يوم ويفضل إن احنا ناخده صباحا أهم الأثار الجانبية اللي ممكن يسببها دواء الكفرسيل رقم واحد بتفاعلات الحساسية ويمكن ده أثر جانبي مع كل الأدوية الموجودة في الصيدلية لو احنا خدنا دواء الكفرسيل وظهرت علينا بعض علامات التحسس زي هرش وحكة في الجلد وتورم في الشفايف والجفون واللسان ففي الحالة دي ممكن يكون عندنا حساسية من مادة البرندوبريل أو من دواء الكفرسيل وفي الحالة دي ممكن نستخدم دواء تاني الأثر الجانبي التاني هو برضو متعلق بكل أدوية علاج ضغط الدم المرتفع من الصيدلية وهو حدوث هبوط ضغط الدم وفي الحالة دي الدكتور بيقللنا جرعة دواء الكفرسيل لجرعة أقل تدي المفعول الدوائي بتاعها وفي نفس الوقت ما تنزلش الضغط الأثر الجانبي التالت الشائع واللي بيحصل مع تقريبا 10% من اللي بياخده دواء الكفرسيل هو الكحة الجافة وده لأن دواء الكفرسيل وهو بيقلل مادة الانجوتينسين بيسبب تراكم مادة تانية جوه الدم هي مادة البراديكاينين مادة البراديكاينين دي لما بتتراكم جوه الدم تركيزات عالية بتعمل دي في الشعب الهوائية وبالتالي ممكن تسبب كحة جافة لكن لحصن الحظ الكحة الجافة دي بتكون مع بداية الاستخدام وممكن تقل بشكل كبير جدا مع الوقت لو ما قلتش أو أصبحت حاجة مزعجة جدا وإحنا مش قادرين نتحملها ففي الحالة دي ممكن الدكتور يغير لنا دواء الكفرسيل لدواء تاني من مجموعة تانية اسمها الـ ERP زي دواء الأتاكن الأثر الجانبي الخطير برضو لدواء الكفرسيل أو أي دواء مجموعة الـ S-Inhibitor هو الـ Hypercalemia أو ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم بطبعا ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم بيكون خطر جدا على القلب لأنه بيعمل عدم انتظام في ضربات القلب وعشان كده مهم جدا أي مريض ضغط الدم المرتفع أو مريض قلب بياخد دواء الكفرسيل ما ياخدش أي مكمل غذائي بيحتوي على عنصر البوتاسيوم وما ياخدش أي دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع من مجموعة مدرات البول اللي بتزود نسبة البوتاسيوم أو اسمها البوتاسيوم Sparing Diuretics زي دواء الـ S-Bectone أو الـ Aldactone أو الـ Aldactazide اللي بتحتوي على مادة الـ S-Byrone ولكتون وده بيكون خطر جدا مع الاستخدام المتزامن مع دواء الكفرسيل دواء الكفرسيل لا يستخدم مع مريض الكلة اللي عنده وظيف الكلة متضررة بشكل كبير ومعدل فلتارة الكلة أقل من 30 ميلي في دقيقة ولا يستخدم مع المرأة والحامل والمرضعة لتأثيراته السلبية جدا على الجنين